بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العوش استغى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهد بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا وله الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأولهم كذو إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجل على النار مدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك كنواد المقدس تواه وأنا اختوتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آثية أكاد أخفيها لتجزى كل نفسه بما تسعى فلا يشهد أنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وماتنك كيمينك يا موسى قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على ونمي ولي فيها مآرب أخرى قال أنقها يا موسى فأنقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخذ سنعيدها سيرة الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من ورسوء آية أخرى لنريك من آياتك الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طرى قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني ويفقه قولي فاجعل لي وزير من أملي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قرأتي تسؤلك يا موسى ونقر مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك أن يقضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فليلقي اليم بالسافر يأخذه على ولي وعلو الله وألقيت عليك كحبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك كتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتلناك فتونا فلبت سنين في أول مرينا ثم جئت على قدري يا موسى واستنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيى في ذكري إذهب إلى فرعون إنه ضوى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضوى قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إننا رسول ربك فأوصل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قرئوا حي إلينا أن العذاب على من كنتب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا ينقل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأود مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقل أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتي أنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا من زوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع قيله ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسعتكم بعذاب وقل خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأنسروا النجوة قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أولكم بسعرهما واذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلحا يوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعشيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى فلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم لهم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيكم وأوجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشمد عذابهم وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليوفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر قال الله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمن قل عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدد تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تسكى ولغل أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقهم في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه ومهتدى يا بني إسرائيل قل أنجيناكم من عدوكم فوعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطوى فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لوفاه لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإننا قلفتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضبا من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها كذلك عن قسمري فأخرج له عجل جسلا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقل قال لهم هادون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال قال يا ابن أم لا تأخذ بالحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصوت بما لم يبصوا به فقضت قبضة من أثر الرسول فنبضتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضنت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هم وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قل سبق وقل آتيناك من لدنا ذكرا وقل آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة تملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بالثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أنثلهم طريقة إن لبث إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا أن أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم أقل خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا فصرفنا به من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زرني علما ونقر عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك والزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصوا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهلا قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض نعلون فإما يأتينكم مني هلا فمن اتبع هلايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرف عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فنحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقل كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدلهم كما أهلدنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي منها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرافا من نهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بني أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله نقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ترجمة نانسي قنقر